قال أبو السمح أدخله الله في رحمته هذه رسائل إليك يا بني أكتبها مستعينا بالله سبحانه راجيا منه الهداية والقبول وتحقيق المأمول سقطها لك مختصرا بين يديك خلاصات تجارب في الحياة أقصد بذلك اختصار الزمن أمامك وإغناءك عن إراقة عمرك في اكتشافها يا بني إلزم نصائح لقمان لابنه فإن الله سبحانه اختارها لتكون من كلامه لعلوي مكانتها وعظيم نفعها ثم ليكن أول ما تحرس على ملزمته ودوام رعايته وتثبيته في قلبك توحيد ربك سبحانه يا بني تديونك مغروس فيك فلا تخلطه بغيره من أفكار يصنعها الناس فإن فعلت فقد أوصلت دائرة الشك إلى ما لا ينبغي أن تصل إليه تماما كإصالها إلى مناقشة هل أنت موجود ولا تخضع شعائر الإسلام للتعليل فإنما شرعها ربنا سبحانه ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه واعلم أن الدين إن ماتت شعائره مات في النفس والمجتمع يا بني ركز تفكرك بالانتفاع وتسخير ما تملك يبارك لك فيه ولا تنشغل بما لا تملك فيضيع عمرك في الأمان يا بني إن حماس شبابك يحتاج إلى حكمة كهولتي واعلم أن السلطة الأبائية المجتمعية أشد تأثيرا وتقييدا لك من سلطة الحكم يا بني كن بصيرا بأخطائك وعيوبك وفضل غيرك وأحسانه واعلم أن أعظم ما تزكي به نفسك خبيئة الخير في خفاء وسطر يا بني اعلم أن لتكثير العلوم شهوة مطغية تصرف صاحبها عن المقاصد التي كان العلم من أجلها فلا تغفل الأدب والعمل مع العلم ولا يحفظ العلم بمثل الإنفاق منه فالصدقة من العلم كالصدقة من المال تزيده وتضاعفه يا بني لا تقبح وجه الحق بسوء الأدب فذلك صد عن سبيل الله وإياك أن تنسب إلى الله عز وجل غير كلامه واعلم أن اختلاف الأفكار كاختلاف الأذواق ولولا لفسدت الأرض وإن أردت الموضوعية الفكرية والإنصاف فلن تبلغها إلا بمناقشة الأقوال منفصلة عن أصحابها واعلم أن أخدع الصوارف عن الحق تلك التي تأتيك بزي الإنصاف وميز الحقائق عن النظريات والأوهام فبنيان من خلط بينها إذا الريح مالت ما لحيث تميل واعلم أن من تحكم برزقك ملك رأيك وقيد تفكيرك فمن أجل أن تكون حر جعل الله سبحانه الرزق بيده يبسطه لمن يشاء هو يقدر ولا تحقرن من المعروف شيئا فابتسامة قد تكون سببا في دخولك الجنة واعلم أن إسعاد الناس يجعلك أسعاد الناس والعمل الصالح كالحبة المزروعة قد تنبت فيك وفي غيرك سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يا بني إياك إياك والخوض في مصير الأعيان فربكم أعلم بما في نفوسكم واعلم أن أكثر المصنفين من غير المنصفين فلا تجعل تصنيف الناس لك واتهامهم إياك مما يلتفت إليه مادم تساعيا إلى إدراك الحق بصدق وعدل وأكثر من التماس العذر لأخوانك وكن مع الصديقين للمجاملين ولا تغطر بعمل فإن القبول مخفي إلى يوم القيامة وإن أذنبت أو قصرت فلتعش عقدة الذنب فعفو الله وهاسع وأتبع سيئة الحسنة تمحها ثم أكمل سعيك الحذيث في الخير ولا تكن نسخة مكررة عن غيرك فالحقيقة أن الأشخاص كالبصمات لا يتطبقون أبدا وأعلم أن الحياة مراحل لكل مرحلة أحكامها ولكن اربط بينها بحبل الحرص على الخير لن تكون بعد بضح سنين على ما أنت عليه اليوم إلا إن كنت جبانا تخدع نفسك فتدفن الحق بذلك وتمضي متناقضا غارقا في المجاملات يا بني معركة الحق والباطل باقية مستمرة محورها معركتك مع نفسك لا تنتظر أن يتغير العالم وفق ما تريد فكل العالم ينتظر منك مثل ذلك ولكن أعرف قدرك من غير استصغار نفسك فلا تكلف نفسك ما لا تطيق ولا تفوت ما تطيق وإذا كان اغتنام الفرص حسنا فإن صناعتها أحسن منه يا بني من عاببت لي في الغالب فلا تستخفن بمخلوق أبدا فأظهر ما في النقص التذكير بنعمة الكمال وأدم سؤال الله العافية فإن الإنسان خلق ضعيفا ولا تجعل الوسائل غايات واعلم أن السلطان والمال أخدعها وإياك أن تلقى الله عز وجل وأنت تنصر ظالما على مظلوم وانشر بين الناس تفاعل بالخير تجدوه وأدواجباتكم قبل المطالبة بحقوقكم وأشيع الفضيلة وأخف الرذيلة وبالشكر تزيد النعم ولا تتعجل التأليف فقد يمنع كما خطت يدك في الصغر من إظهار الحق حين يبين لك خشية الرمي بالتناقض وتعيير السفهاء وإن تاقت نفسك إليه في صباك فذيله بضرورة إعادة النظر فيه بعد حين وأعلم أن الحفظ في الصغر وتمام الفقه في الكبر وإن كتبت شعرا فلا تجعل الإكثار على حساب جميل الاختيار وأحسن الشعر وأبقاه ما كتب بحبر الصدق على أوراق الحكمة ورسالة أخيرة لسعادتك في الدنيا رضاك بما قسم الله لك تذهب به المقارنات في الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر